أكد عدو مجلس القيادة الرئاسية العميد طارق صالح أن معركة اليمنيين مع مليشة الحوث الإرهابية لم تنتهي بعد مشددا على ضرورة أن يتحد الجميع في خنق أو في خندق واحد حتى استعادة الدولة ووائد المشروع الإيراني في بلادنا وقال عدو مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه مدراء مكاتب الأوقاف والإعلام في مديريات الساحل الغربي وأركان توجيه ألوية المقاومة الوطنية إن معركة الوعي لا تقل أهمية عن معركة السلاح وأضاف أن الحوث استخدم ورقة الخلافات البينية بين القوى والمكونات الوطنية لتمرير مخاططه التدميري ولفت عدو مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمنيين تعايشوا لعقود باختلاف الأفكار والتوجهات والمذاهب لكن المليشة الحوثية تسعى اليوم إلى تحطيم هذه القيم خدمة لطموحات مموليها في طهران وحث طارق صالح الخطباء والإعلاميين على العمل بكل همة وأن يكونوا عند مستوى المسؤولية في تحصين المجتمع وحماية الأجيال من موجات التضليل والتطرف والإرهاب التي تبثها المليشة الإرهابية الحوثية ونوها عدو مجلس القيادة الرئاسي إلى أن الخلايا الإرهابية التي تم ضبطها في الساحل الغربي كانت مكلفة من قبل قيادات حوثية كبيرة بتفجير فعاليات شعبية بهدف إسقاط أكبر عدد من الضحايا المدنيين مؤكدا أن الحوثي يستهدف الهوية اليمنية بشكل صريح وواضح ويسعى إلى تحويل اليمن إلى قاعدة عسكرية إيرانية موضحا أن المليشة مثل بقية أذرع إيران تستخدم القضية الفلسطينية شماعة لقتل اليمنيين حاثا الجميع على أن يكونوا سندا للدولة مجددا الإشارة إلى جريمة المليشة الحوثية في منع 148 عالقا يمنيا في السودان من العودة إلى وطنهم في الوقت الذي تزعم نصرتها لغزة وبين عدو مجلس القيادة الرئاسي أن غرض إيران مما يحصل في البحر الأحمر هو الإضرار بباب المندب منوها بأن الشعب اليمني وحده هما هو من سيدفع الثمن ممارسات المليشة في خدمة أجندة مموليها في إيران مشيرا إلى أن من يسرق المرتبات ويحاصر ثعز ويمنع العالقين اليمنيين في السودان من العودة إلى الوطن لا يمكنه أن ينصر غزة ولا يحق له المزايد بالقضية الفلسطينية العادلة